أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة وتقييم أداء الجهود المبدولة في برنامج رد الأعباء التصديرية وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيها من الرئيس السيسي بضرورة الانتهاء من ميكانة صندوق تنمية الصادرات وكشفت وزيرة التجارة والصنعان فين جامعا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن هذه المسألة وكذلك تم البدء بالفعل في الإجراءات الميكانة وفي ختام الاجتماع كلف مدبولي بإعداد تصور شامل وتقييم واضح لقياس تأثير برنامج رد الأعباء التصديرية وكذا رصد المستحقات للمصدرين وإعداد خطة لسدادها بالإضافة إلى كيفية زيادة وتنمية موارد صندوق تنمية الصادرات فضلا عن سياغة تصور شامل بشأن البرنامج خلال الفترة المقبلة اشتركوا في القناة